طيب روبرت مالي المبعوث الأمريكي قال أنه الرئيس الأمريكي قد يوافق على الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت الطرق الأخرى يعني لم يعد هناك أصلا خيار يعني موضوع أستاذ علاء أن تترك إسرائيل بالذات أهم من أمريكا بكثير بهذا الموضوع أن تترك إسرائيل إيران تمتلك القنبلة النووية فهذا يعني نهاية إسرائيل لماذا؟ لأنها غير قابلة أن تضع أمامها حتى وإن كان صديق وأجير لدى إسرائيل وكل هذه الأمور نعرفها ونطلع عليها لكن إسرائيل لا تأمن لغيرها وأكثر من يعرف غدر الفرس هم الإسرائيليون يعني يعرفون تماما على المعشر الطويل مع الإيرانيين لذلك لا تأمن إسرائيل على نفسها ولا تستطيع أن تنام لمدة دقيقة واحدة في حال اقتربت إيران من تملك القنبلة النووية فعنا أقول لمنوراتنا